زون ميكس مستقر على انه مش هي المختصة بالنظر ولا بتحديد التدليس الفيفا وصلت حتى في ملف يهم البطولة كان صدقني ربي الوصيف بطل العالم اللي لعب النهائي مع فرنسا كرواتي كان ثم فريق العقد كي تخزر لسينياتور ما عندهم حتى علاقة ببعضهم وشكال ملاعبي والفيفا حكمت بالاداة دون التدليس معنا تقول لك مش هنا مختص دون وقت ناس تحكي على تدليس هنا كرجل القانون قل سيديونا بورتكوة والجمهور بدا يدخل بعضه نعرف اللي عندي صديق مقيم يتعامل برشا مع أوروبا الشرقية طلبت منه انه يشوف الحكاية فاتصل وبالفعل ما عندها لقينا انه الفلوس موجودة شنوه الاشكال اللي صار الاشكال اللي صار انه رئيس النادي الافريقي مرة اخرى ومش خاطرني خرجت باش نقول الكلام هذا لكن الله غالب سيوب لجلده لديغ باش جماهير النادي الافريقي تعرف الحقيقة وتتطمن زاد اللي صار انه خطأ في الخطأ قانوني مالي نورمالمون الفيفا حكمت ضد النادي الافريقي اللي صالح نادي العلم دونك يلزم النادي الافريقي يخلص العلم اللي صار انه عبد السلام اليونسي طلب من وسيط من صديق عنده غديكا موجود وقتها قالوا بربي لطان بريس الفيفا وقتها بعتت في جوان قالوا بربي شوف الفلوس والمعاملات اللي عندي حاولت تخلص المعلوم هذي الوسيط هذي اعطا للشركة هذي باش تخلص لانه هو برسون فيزيك ما نجمش دونك الجمعية فما جمعية النادي الافريقي تعطي لانها برسون مورال ولا الشركات هو مشال الشركة هذي اللي هي في المعاملات والتسويق طلب منها باش تحاول الفلوس للعلم كي حاولت الفلوس حاولتها باسمها معنتها كي تجي تشوف انت في البنك ما تلقاش المرسل للنادي الافريقي تلقى المرسل شركة لغاتور والمستفيد نادي العلم كي وصل الامر للبنك بينصور البنك هذي شركة طلبوا منها الكيتوز فيسكال جاب الكيتوز فيسكال مبعد طلبوا منها سبب تحويل المال هذا شنية علاقتك الاخرى ما عندها حتى علاقة بنادي العلم بيعت الحال وقفت الحكاية غاديكة لانها هي عاملة مارشاريير وطلبت من الوسيط هذي باش يتصل بالنادي الافريقي باش يجيب الحكم اخر حاجة ما اكتبتهاش هنا في الستاتيوم تاعي انه دير نيرمون تقريبا شهر التالي ولا شهر ونص البنك المركزي البلغاري راسل البنك المركزي الجزائري على وجود اموال تتعلق بنادي العلم لانه اللي حكاية من جوان فللجنة التحاليل ما يعاد اللجنة التحاليل المالية اللي عنا نحنا اللي هي تثبت من مصادر الاموال قاعدة تبحث طوى في مصدر الاموال هذي ويبدو انه البحث هذي هو اللي مشجعش رئيس النادي الافريقي باش يتحول تاوي يقول لك خلي البحث يتم ولا جوسيبا ما نقراش الغايب هنا اما اللي نأكده واللي مصر عليه ونتحدى الناس كل انه نادي الافريقي بسهولة وسهولة 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 قادر انه يسترجع ستة نقاط متاعه عليش لانه الفيفا اش طلبت منه قالت جيبوا لي ما يفيد لانتم اقبلوا دو سبتمبر صبيتوا فلوس لنادي العلم الهنا يقول قايل مش الافريقي صبت الفلوس الشركة هيري صبت الفلوس ما وهنا الشركة بشتاعت يونة تستاسيون للكلوب افريكان اللي امتيحة الفلوس اللي بعدها حتى علاقة بلوغاتور ولي هي صبت وتشوف انت المبلغ تلقاه كوريسبندان للحكم فهمت دونك الحل موجود الحل موجود هو انا خرجت من نادي لكني وقتها حاولت نتصل بهم انجوانيابل نسكل فكتبت استاتيوه ذيكا فهمت قلت لي المصدر الامويل قادة تحقق فيها عاش نظيف المصدر المتاع هي هو هي الشركة هذية وان حاجة نأكد هالك انا تحصلت حتى على سجل تجاري متاحها وعندي كان تحب نوريهولك الكيتيوس فيسكال متاحها موجود الشركة هذية معاملاتها نظيفها 100% لكن تعرف انت معاملتك نظيفها حتى في البنك التونس لو هنا نحن توفي تونس حتى البنك المركزي انا مثلا نعطيك مثال جاتني فلوس من الخارج يعيطولي استاذ الفلوس هذية بمناسبة شنو هذي تلهم بروميس دوفانت قلت لهم روضيح حريف وبيش يشري يزم تدوي يقول لك اوكي انت محامي ما عندي معاك حتى مشكل وختخلص في اللامبو وكذا لكن تجستفي هي الشركة الجستفيكاتيف ما هو مش عندها عند النادي الافريقي ولا عند نادي العلم فهمت الحكم ما هوش عندها دونك هذا علاش من الامور وقفت فهمت والامر في يد مسؤولين النادي الافريقي يكفي انو واحد من المسؤولين يمشي لبلغاريا ويهز الحكم ويهز الملف كامل توياخذ الورقة ياخذ شهادة من البانكة ومن الشركة ويمدهم للفيفا والستابونت ويا رجعوا ايما هنا حسب ما في المكتن فماش دليل رغم اللي انت في استاتيو حتى كلا بعوشين ساعة حاجة هك لا ها بش نقول لك علاش وهنا معنت هنا بش نوضحها ديار الفرصة بش نوضحها لانه هذا كان الخطأ الخطأ اللي وقع فيه رئيس النادي انا استمعت له في احد في احد القنوات الخاصة كان عمل تصريح وقال انه ثم دليلو دليلو فانت سات متاع شنوة هو طلع انا علاش وقتها ازربت وقتلوا يفو يفو اجير لانو الاتماس ما عنديش انا ما فاقد ما نيش عظو هايق ما نيش مناطق رسمي دونك الالتماس الريبونس اللي جات الفيديراسيون هي موجودة عند هايق المدير واذا كان رئيس النادي الافريقي يتكلم وقال له فانت سات بش نصدقه بالطبيعة دونك هو اللي يحكي على فانت سات اور انا مبعد تصلت بالكاتب العام مجدي ولت البارح منوبي ترودي ولت البارح كي تصلت به قال لي لا رو ديليلو فانت سات يتعلق بخلاص نادي العلم ما عندها الفيفاش قالت لنا قالت لنا هاني ناحيت ستة بونتو اذا كان من هنا لفانسات ما تخلصوش رو بش جي سانكسيون لورد اللي هي النزول القزم الشرف فقاموا بالخلاص لفانسات كان يتعلق بدوزم سانكسيون دونك توا وقت للكلوب بتجيب في اي وقت للورقة هذي يرجعون نقاط بانصير قبل ما توفى البطول اه اوكي اذا وفات البطول اش نعملو بهم دونك هذي معلومة مؤكدة وطمنا حبائي الفريق الفريق دو عندهم تسع نقاط عندهم طوالة ثلاثة نقاط ويمشيوا خطر اذا كان ممشيش عبد السلام ولا ممشي حتى حد مش بش يرجعوا النقاط مش الفيفا بش تمشي البولغاريا تجيب لك الوثيق رامل ارجاع النقاط مرهون بانتقال احد اعضال هاي المديرة لجلب الوثيق يحاس منعف عبد السلام يمشي في الهيما تجي مشا الله يمشي انت قلت يكون باتسام منوبي ترودي منعاش منوبي قال لي قال لي بش نمشي مي وقتش منعاش قال لي سابر اسبا معنى الجمهوري يستنى على عصابه طوال صحيت انا هذي البيت فيه معنى ستين اوكازيون للهيئة بش طيح البريسيون ستين اوكازيون برا يمشي نقص جيب جيب بورقة ويجع رجع ستة حتى رجع ستة تسعة نقاط ولكلوب بشيطو ينجم مقابل حتى الحضور جمهوري ولي اكثر وتعاون حتى مداخل جديد ريت هذو ما هذي من الحاجات اللي انا كنت نفد فيها في الكلوب افريكا هذو من الحاجات نفد منه انا توسي توما عندها تو نقضيوها تو عليش نقعد وعليش تراخي انا هذو من الحاجات اللي كنت نهبل منهم في الكلوب افريكا يا ولادي علاش خلي في العقل ما سماش خلي في العقل ما سماش خلي في العقل بي اه تكون قاعد يدفع في الفلوس لو في الكلوب نعرش حمادي بوسبي انا في بالي كهو ورئيس النادي نعرش دفعها قبل لك كنت موجود دفع كلمة حق دفع عندها ما نجمش قداش دفع ما نعرفش اما دفع انا نأكد لك اللي دفع وحتى معندها بعض مخرج لا لا دفع رئيس النادي دفع ولكن حمزة الوسلاتي دفع مم مجد الخليفة دفع هذو ما اللي نعرفهم دفع لكن طوح حاليا انا عندي معلومة احد اللاعبين قال لي انه رئيس النادي قالهم ما عاش عندي ما عاش عندي ما عاش تطلبه سنة ومن يفروس انا ما عاش عندي ايشنو الحل ايش معن ايا بيش تيقف الحل اذا قلتو انا مرة ونعود بيب العرش يتحل ليلة 27 من رمضان واحد يدعي دعوة مستجاب شمال ايا مثلا مش حل حتى رمضان ما زال مثلا مش حل مثلا مش حل حل يمكن انا ويجي عن طريق الجامعة الاجتماع اللي بيش يصير يهديهم شي ربي الميسورين من نادي الافريقي ويحشموا على رواحهم حتى يمشيهم صحيت هذا هو انا خاف لوديع الجارية يجتمع بعض الجامعة انا فغير نعرف اذا عباس خرج تونس وصيحة ماضي بوسبيع مش ماشي خاطر سيحة ماضي دجا انأكد لك اذي انا معلومة نعرفها من المصدر من المقربين منه هو سيحة ماضي طوى عادي قريب ستة ولا نهاري نظوم اي فلوس توزقار فلوس العلمة وفلوس روزي اذا قال نوفرهم قال انا معندها من يجي وقلت اذا متوا المهنية رجل كبير قال لهم اللي باش تتفاهموا عليها اني موجود ندفع فمت اذا كان هو مش ماشي ورئيس النادي في بالي مش ماشي فمت حتى سعب سي مليون في بالي مش مش احضر مش كو مش يمشي مال طانو مشي انا وياك بي غير طلح بي قبل يا مستو يا مصنية جوان قلت تسكر ملاف العلم على خاطر على خاطر انا قل لك حاجة باي انا كمال بن خليل ما عندي حد شاي انتي في بالك اللي حمادي بوصبيع فوجي اه وقت يسمع علي ملاف العلم ما ما تسكرش انا ما غالطش لحباء انا المعلومة اللي اعطيها لي رئيس النادي وانصدق رئيس النادي كي تكلم اللهم بش نولي ونحكي بالتعريف باللمضة وبش نولي ونحكي عبد سي سي حمادي بوصبيع الجمعة اللي فاتت عليش تفعل عليش تفعل الفلوس للعلم لانو مشابح ذاه ذاكر الواتي ذاكر الواتي وكيل عمل اللي هو انسان اللي فعل بفسي في الحكاية متع العلم ويلا في بوكو دو بيان وصل عمل تقسيط وصل حكم مشى الرئيس العلم قالوا انا بش نحكم وعمل تقسيط على ثمانية ولا عشرة مرات وقبل ونادي العلم ما مصح حطوش النادي الافريقي ذاكر مشاك يحكي لي ذاكر قال لي سي حمادي بوصبيع بات قالوا في بالي خالص انا ساي فامت شنو يحكي التدليس انت عقود من العبية لا لا خانك عمل قالوا في الفيفا طرح موجود فيها تدليس وتحقيق في الفيفا تهموكم بفسخ العاقد من جانب واحد شو في وقت هانتي ذالي كنت موجود كي جاو هما هكو وقت هجوزيري جا جا لانترونور البلجي قلو لاني قبل الليلي جوزيري جا قال ما حشتيش به انا سئلت وقت لي هما شكاو انا موجود انا منيش موجود وقت لي وقع انتدابهم وقعد الفسخ لكن موجود وقت لي هما شكاو كي شكاو سئلت انا مجدي الغليف قال لي العملية انهم جاو لانترونور ما قبلهمش جابهم سفين الحدوسي ظهر لي جوزيري جا مقبلهمش وقع فسخ وراني واعطاني معانتها حقني جبت لك نسخة من الفسخ هزهم مشاول البلدية عرفوا بالامضة على كتب فسخ خذوا مستحقاتهم حسب العقد خذوا دوسالير وفسخوا العقد معانتها حسب العقد ومشاول ها بشي كيو ما نكي يقول قائل الوامر واضح ها بشي قول لك علاش لانو ساهل ياسر لانو الوكيل امتاحهم وهنا بشنا نزيد نطمن لأحبان نادي الافريقي مرة اخرى لانو العملية الكل انطلقت هي عملية تبتزاز للنادي الافريقي من الوكيل امتاحهم الوكيل امتاحهم كيروحو هم على الكامرون قال لهم علاش تصحوا في الوثيقة ذي وطلبوا قال لهم معانتها كينكم ارغمتهم على الامضاء وانا بش نطعن في الامضاء هذي فش كي يمتاع وقال الفيفا طلبت من النادي الافريقي الاصولي اكد لمجدي انهم بعثوا الاصول خلافا لما يقال وما يشاع تبعثوا الاصول متع الفسخ وتبعثوا كذلك ميلوات ووثيق اخرى فيها طلبات من الرئيس النادي ومن الوكيل هذي انهم ياخذوا الفلوس بطريقة غير قانونية هم واقتصار وجاءوا لتونس الرئيس متاحهم والوكيل ارتكبوا مخالفات قانونية كبيرة طلبونهم الفلوس ياخذوه وياخذوها في تونس وهذا موثق النادي الافريقي موقفها قوي جدا في الملف هذا ونزيد نقول لك حاجة اخرى حتى كان موقفها ضعيف انا نقول لك انه الفيفا ما تحكم بالتدليس ما هيش سلطة قضائية مش اختصاص مش اختصاص هالفيفا تقول لك بره جيب لي حكم نهائي مساج فوكال بيعثوا واحد قار روس هي القرار صدر في الفيفا بناء على تدليس نزال ندي قاعدت نضحك معتا سيدونا بورتوكوا والجمهور دخل بعض ما ثمش منها روما يجا نقول لك فقه قضاء الفيفا مستقر انا قلت لك في كرواتيا لسينياتور ما عندهم حتى علاقة ببعضهم والفيفا حكمت بالآداء معنتها تعرف شنو لا ثم نزول ولا ثم تدليس ولا ثم حتى شيء بي نحكوش مشو نحكوه على سوسيوس كنت موجود دلوقت اللي عملوا الحفل متاع اللانسمن تهموكم رفضتوا الدورة متاع السوسيوس انا كنت موجود اي كنت تخدم انا نسخيب موجود غادي ليه ما كنت موجود غادي كنت تخدم على هاي اهي اي ما ويجا نقول لك انا شنوه مهمتي انا شنوه شنوه وظيفتي ناطق الرسم وبعد قال لي لا ما نجمش عندي التزامات مشو ببالو فرصية انا وقت هكي حكيت الناطق الرسمي متاع السوسيوس يزايدون بالعربي كلمني قطلوا معنات هاي صفي بليزير اي حاجة تساعد النادي الافريقي مرحبا انا شخصيا ما كنتش رفض رئيس النادي رفض علاش لانه يقول انه قاعدين يخدموا في نفس الواحد قاعدين يخدموا في نفس الكونسبت وبعد انا اسئلته وقلتوا علاش ممشيتش قال لي نخدم في نفس الكونسبت مع الشركة اللي اوقعه موس مونتاحة درنيير مون قال لي دونك ممشي شون بلوس قال لي ما تتخدمش لبرة وثمه معنتها اشكالات قانونية بالنسبة ليه بو انا مدخلش فيه الموضوع ايه هذو ما عبدا يحبوا يعاونوا الوكلوب معنا يعني قتلك الموتب على اللخر انت عش خاسر انا وقت هناطق رسمي وعملت وقلت راني انا جداخ اكثر من هكا منجمنا عمش نتفكر انت بديك سادعة وقلت قلت له ما نجمش نتحدى الهيئة المديرة ونمشي وانا اتمام عندي حتى لو كان عندي رأي مختلف يلزمني نلتزم مش فمش كون احسبها تابعة فلان وفلان على ذاك وممشيش عبسلم ونسمي اشياء اعتبروها تابعة مروين حمد يوسف العلمي انا 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 نقولك حاجة سعى فرصة يوسف العلمي انت رحمه على والدته ركيت الله يرحمها وربي صبر وانشاء الله من ايجا نقولك حاجة انا انا من انا من بين الحاجات اللي سبوا لي مشاكل في النادي الافريقي انه انا ناطق رسمي في النادي الافريقي في الهاي انت عبسام اليونسي وصديق العلمي وصديق مروين وصديق الناس كل معندي مشكل انا 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 نحب النادي الافريقي وكا هو فمت هما يحسبوها ولا ما يحسبوهاش اذي كان مشكلتهم انا منحسبها انا نحسبها مش تعاون لكلوب ولا متعاونش هذا هو المعيار الوحيد متاعي بل الفريقي تعاد بروف صعبة الهكاية لكن لكن النادي الافريقي الله غالب من الفين وحداش ورد هناك كثرت ما كانتش قبل انا خدمت مع شريف بالامين خدمت مع صيفاريد عباس خدمت مع كامل يدير خدمت مع سعيد ناجي ما كانتش تمال خلافات هذا يا رو ما كانتش توا من الفين وحداش لانه قدرنا الله غالب انه في ثلاثة مرات يشدونا رؤساء سي جمال عطروس ربيش فيه تبين انه من ناحية المادية ما عنده حد شي وانه ما هوش قادر وهذا معنتها حقيقة يعرفها الجميع ما كانش قد المسؤولية اكبر منه كرسي النادي الافريقي بعده شد رئيس ثاني تعرف شنوه صار فهمت وكل بريود متاع وتوى شد عبد السلام في ظل الديون هذية دونك الله غالب البيود متاع النادي الافريقي من الفين وعشر رد هنا عرفتك الطيار التتعدى في زون دو تربلانس النادي الافريقي من الفين وعشر لليوم وهو في زون دو تربلانس دونك ووقتي تبدأ العصاب مجدودة العرق اكثر اما لو كان توفى الديون فرسيما فرسيما العرق بش ينقص بي رئيس سبق اللي كنت تحكى لي عبر العرق بتوفى العودة تعطي ولا جدية كالعادة انا انا كتبت استاتيو وقلت كالعادة اوكي ونعطيك سكوب كلمني قال لي الايام مبينة نا اي توفى كال مشكل عادة واللي انا راني بديد في اجراءات لتوفير اموال لخلاص بعض الملفات ايوين لا ما زلتك حكيت معا ايوين هم الاموال خاطر مثلا رئيس نتي تحدى قالوا هاكا بحذيك تزجاج انا خلصك انتي اعرب عني نا فاليقبل حط هزولوا ملفات كما قال ده رئيس نتي هزولوا ملفات انا المعلومة اللي عندي انه انه قاعد طوى بالتنسيق مع المحامين وقاعد يشوف في الدوسية جريدية متعددة دوسية منهم من مرسي ويسعى الى خلاص هذيش قال محامي وان شاء الله يارب يكون صادق طيب صادق لا محامي اخر طيب لاه القضية ما يفوع ضده كنتوا تابعوا فيها وقت اللي كنت في الهيئة قضية نعم ضدت المريح لا انا شخصيا متبعت هاش والهيئة كتبع فيها وانا مش لها اعتقد انو منعرش كنت بعيد انا على الفوليج يريديك كنت بعيد ما كانش عندي حط اتصال بالجانب القانوني وملفات كنت نجم رغم اللي في اختصاص اي اه ما 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 نجيش نقول لك هات بسيف فهمت انا ثم ثم قرارات صاروا من بعد قاعدت نضح بات معده قلت لهم قاعدنا نحكي وقتلهم هاو شبيك ما تكلمش قلت لهم انا في بالي مش تقول لشبيك ما تكلم بالي الجملة بعيد عالكوتير جريديك الديون قريب منها ولتعرفش قديش على اقل الجملة متاع الديون اللي توا حاليا حالها الكل برشا الكل خمستاشا مليون مش خمستاشا لا الكل هي حسب التقرير المالي اللي عامل وسليم الرياح هي ربعة ثلاثين مليون هو وقتها قال ستة وتسعين منهم ثين وستين والاربعة ثلاثين متاع وهو والبقية ديون يبعد هيئة حمودية تسريحة من التقرير واحدة يقرش كان في خمستاشا فهلي ولا لا اكثر حتى هيئة حمودية اكثر ليه اكثر ديون اكثر مزال ورثة ما برشا ميلة فات برشا ميلة انا نقولك حاجة شوف مزال رو ما تنساش حاجة مزال اسمه ريوزيكي مخلص مرسا مخلصتش سيموني ولي معاه مخلصوش تفهموا معاه ريوزيكي فهمت مخلصش حتى العلم ما تفهمنا معاه واك شفت وين وصلنا فهمت كان تحسب تاوها كي نقعد ونعمل ونعمل وجيبنا سيك دي سبري تاونا شبدلك عشرة ميلة فات ثم واحد اسمه الطيف نلتاوه نتمنى نشوف وجهه الملاعبي ذا الطيف ملاعبي ملعبش في النادي الافريقي حتى حكمت له بثمانية مئة مليون والله العظيم نضحك انا كي شفتو مدرش اسمه والله الطيف ملعبش في النادي الافريقي حتى سجونت بي فما كلمة مسكة عليها اشتعني لك الصيد الصيد كلمة حق وريد بها باطل انا وقتلي قلتها الكلمة ذيك قلتها لانو النادي الافريقي حتى حد ما ينكر لهو فريق كبير فقلتها التعبير فالناس تعرف هذا حقهم الفراق المنافسة الجماهير خذاوها خذاوها على سبيل دعا ولا يتنظلوا به امورهم انا متقلقنيش انا اعتقد ريت النادي الافريقي بمشاكله انا بالنسبة لي انا اقوى احسن فريق في تونس وفي العالم ونقعد ديما نقوله الكلامة ذا ومش خاطرنا صارت لنا مشاكل وبالنسبة لي النادي الافريقي ما هوش صيد النادي الافريقي سيودة ويقعد ديما سيودة وبالنسبة لي النادي الافريقي اقوى واحسن واروع فريق موجود على وجه البسيط. آآ بش نختم معنا برشة الوقت. آآ بنسبة قديش راضي على مرور متاعك في الكلوب الاخير وفش تقول لقبيل لك اخطأت فش نو اخطأ بالضبط? اخطأت ان يسكت في حالات كنت النجم نتكلم فيهم مع انتها كنت نجم نقول ليه روما سي باسا لاني وقتها قلت ابرتو وانا مانيش منتخب انا بريتو ناطق رسمي نسبة الرضا ما نجمش نعطيها نسبة رضا جو بو جو بولو ديخ كال دي باسبا عشرة في المئة. متواضعة? لا مش متواضعة ما معانتها الحجم المشاكل يخليك تقول معانتها نقول لك انا في فترة نقول ثماشي زريقة واحد يعملها باش يدنسو الكوي نحيك الشغفة ذاك رك ترقد بالكلوب افريكان تقوم بالكلوب افريكان تأثر لك على عائلتك تأثر لك على محيتك على خدمتك على النادي الافريق يبدأ في مشكلة معاش مركز في الخدمة تولي على عصابك مع صغارك بتاتر تقول بالغمي اقسم بالله العلي العظيمة ذيك هي الحقيقة والله العظيمة انا بنتي الكبيرة قاتلي كرهت لكلوب في جرتك انت واضح اتيك ساحسي كمياش عرفنا بحضورك اليوم بعد شوية اه ستار اكس بريس مع اميرا جريدي اهلا بيك كمياش نحوالك اسلام الحمدول ليه شنو الامور بردي حبيت نعقب عليك نقول فيه كلوبيست او كشغل اي اي كلوبيست روها كيرا اي اي كلوبيست روها كيرا اي اي حب لكلوبها كيرا بالحق تعديلك حتى في الدار وقرائتك وخدمتك وحياتك كلوبيست بليك بالاسم ولا تبعو لا 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 ما تماش كلوبيست بالاسم رو عندها تعيشها كتب دا كلوبيست بالحق روانا نعرف شكون نعرف شكون سامحوني بش نقولها امه توفات البارح بسبت نهار لحد دفينة نهار لحد النادي الافريقي ونجم الساحلي درت نلقاها بجنبي قدوا ايش تعمل وامه وتدفن في بلادهم قال لي متت شنو بش نعمل له حبه بقم الحي الحي بقم الميت اضطرد فيه وليت احضر بجال الماتش ممشياش لدفينة امه اميرا ذا فيك تحب تكمل معنا ذا لي ما بطلت بستر اكس بريس عقل اضغان تقميلك اشتر اكس بريس الخمسة اتالعشي كل عادة توت لي كيفير ما نقاش سند العريفي وسيم البكوش في ساعتنا الاخرة بش يكون بحضان اذيفنا جاليل دين سادي الممثل تونسي دون كل عادة سوعتين من الزمان ان شاء الله نعديوهم مزيانين كيمال عادة تكسا حدونك شكرا اماني بالنصر في الاخراش شكرا لك سي كميل بخلي شرفتنا كل عادة بالحضور ذاك هنقابل الجمعة الجاية في نفس الضقيت المطرفة الخمسة متى عشية في زون بيكس اكس بخسفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة